المحور الثالث انت قلت هو سلسة الأبعاد نتكلم على المحور الثالث التسويق الإعلامي للنادي لحي كل محور من دول بيخدم على التاني فنياً ده الأساس رقم واحد وهو ده المعيار لاختيار الأساسي بعد كده تسويقين إعلامياً لازم الناس تتعامل إدارات الأندية تحديداً في مصر مع الإعلام أنه أدام أدوات تعظيم المنتج بتاع كرة القدم وأدام أدوات دعم الأندية مش أنه يدخل في كلاش أو أنه يدهر على مشكلة أو الخناءة لا أنه إزاي دي بقى فيه منظومة كرة قدم كصناعة بتقدم منتج المنتج ده في النهاية الإعلام لما يروج له أو يسوقه يظهر بشكل قوي يبقى مرغوب فيه دفع فيه فلوس وجود مسلماني في النادي لأهلي عمل تسويق إعلامي على مستوى نقل الخبر نفسه أنه مسلماني موجود في النادي لأهلي فكرة أنك بتدور على أول حوار لمسلماني فين فبتلاقيه على قناة النادي لأهلي فحتى هو انتشار لقناة النادي لأهلي برا مصر الأجزاء دي كلها أعتقد أنه اللي شاف عدد الأخبار وعدد الفيديوز اللي موجودة على يوتيوب أو غيره والأخبار اللي اتنشرت في كل الصحف الأفريقية والعالمية عن تعاقد الأهلي مع مصيماني هيشوف الفرق الفرق قد إيه يمكن مثلا قبل كده لما كان ريني فييلر موجود صحف السويسرية كانت بتهتم بنسبة لكن الموقف هنا مختلف مختلف طبعا لأنه بيتسو مصيماني أول مدرب أول مدرب جنوب أفريقيا يكون موجود في مصر وفي نفس الوقت في شمال أفريقيا كلها تقريبا أنه يكون الحجم صفقة بالشكل ده أنه نادي الأهلي ممبرده مش أي نادي ممكن أي نادي تاني يجيب مدرب من أجنسي لكن الاهتمام هيروح لمين هيروح لنادي الأهلي وهيروح للمدير الفني اللي نادي الأهلي وأعتقد أنه ده هينعكس على كل حاجة الفترة اللي جاي في الملف التسويقي والإعلامي شكرا